هو ده الوحيد الضعف فينا لو كان طلع فنان كان زمانه كسب أكتر بكتير من عالم لو كان طلع ممثل أو مطرب كان زمانه أنجح من كده بس مشكلته أنه عالم معاه عربية 128 بتعطل منه على كبر اكتوبر وبيتصل بيا عشان ألحقه ده كان كلام المطرب أحمد سعد عن أخوه سامح سعد في بودكاست بيك تايم مع الأعلامي عمر أديب واتكلم أحمد سعد عن أخوه وحكى أنه معاه عربية متوضعة وظروفه المادية أقل منهم وده خل سامح يطلع ترند في الساعات اللي فاتت والناس تدور وتعوز تعرف مين هو سامح سعد تعال أقولك بقى مين هو سامح سعد وليه ولا مغني زي أحمد سعد ولا ممثل زي عمر سعد اتولد سامح سعد سنة 67 في منطقة السيدة زينب في القاهرة معروف من صغره حبه للدراسة والعلم أخذ البكاليريوس من كلية العلوم الكيميائية بدرجة امتياز من جمعة عين شمس وحضر الماجستير والدكتوراه في جامعة توهوكو الإمبراطورية في اليابان اشتغل سامح سعد في جامعات عالمية في أمريكا واليابان وإنجلترا ودرس ومسك رئاسة أقسام وده خل العين تكون عليه ويتعرف وتطلب الدول دي أنها تستفيد بعلمه لصالحها إلى أنه رفض كل الإغراءات دي وفضل أنه يوفر علمه ودراسته كلها لبلده بعدها استدعاه العالم الراحل أحمد زويل علشان يتولى رئاسة مركز دراسات الشيخوخة في جامعة زويل وقال له في مؤتمر قدام الناس كلها أنه هياخد جائزة نوبل وده خل الكل يتوقع له مستقبل ظاهر وأنه يكون عالم كبير حصل سامح سعد على سبع جوائز عالمية في أكتر من دولة زي أمريكا وألمانيا واليابان والنمسا ورغم شهرته العالمية إلى أنه قرر يرجع مصر علشان يشتغل في مستشفى 57-57 ويساعد الأطفال أنهم يخفوا من المرض اللعين ورغم أنه أقل شهرة من أخواته وأحمد وعمر إلى أن اللي بيعملوا أهم بكتير وده مخليه زاهد في الدنيا ومش بيلتفت للعربيات والمظاهر وقال قبل كده أنه ما عندوش وقت يفكر يشتري عربية وأن وقته كله في سبيل العلم والدراسة